مرد القلب لا يكتشف الأشخاص المصابين بأمراض بالقلب إلا متأخراً وبتكون تداعيات خطرة في الكثير من الأحيان قد تؤدي إلى الوفاة في دراسة جديدة تشير إلى أن هناك بعض العارض قد تكون أكثر نوعية ودقة عند النساء مقارنة بالرجال نتعرف أكثر في التقرير التالي علامات أمراض القلب قد تكون أكثر دقة ونوعية عند النساء منها عند الرجال بحسب دراسة جديدة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية غالباً ما تشخص النساء بأمراض القلب في وقت لاحق من العمر عندما تجعل الأمراض الأخرى تشخيص أمراض القلب أكثر صعوبة النساء أصبحنا أقل وعياً خلال العقد الماضي بمخاطر الإصابة بأمراض القلب إذ تشعر العديد من النساء بالقلق بشأن مخاطر الإصابة بسرطان الثدي ويرون أن ذلك يمثل أكبر تهديد لصحتهن في حين أن واحدة من كل ثلاث نساء تموت بسبب أمراض القلب سنوياً بحسب القبراء تشير الأبحاث إلى أن أعراض أمراض القلب لدى النساء نادراً ما يتم عزلها عن بعضها البعض إذ نادراً جداً ما تأتي سيدة ما مع عرض واحد فقط إذ يبدو أن النساء يعانين من أنواع مختلفة من الأعراض عبر مجموعة من أمراض القلب والأوعية الدموية على سبيل المثال غالباً ما تتضمن أعراض السكتة الدماغية عند النساء تغيرات عقلية حادة وصداعاً يقل معدل الإصابة به لدى الرجال قد يكون فهم سبب هذه الأعراض دليلاً مهماً حقاً لتلك الشجرة الشريانية الكبيرة التي تمر عبر أجسامنا وتربط قلبنا ودماغنا وأرجلنا دعني نعود إليك هل الرجال معرضون للإصابة أكثر بأمراض القلب؟ طبعاً هناك بعض الدراسات تشير إلى أن ربما الرجال يكونون أكثر عرضة لأمراض القلب وتداعيات أكثر من النساء ولكن في دراسات أقرى بتقول أن النسب تقريباً متساوية ولكن بدي أرجع قبل لهي الدراسة كما ذكرنا في التقرير أنه في الأوين الأخيرة أصبحنا نساء يقلقنا أكثر بالسرطان وتداعياته طبعاً السرطان أكيد هو مرض خطر ويجب الفحص والكشف المبكر عنه وما إلى ذلك ولكن لا يجب الاستهانة بمرض القلب لأن العديد للنساء أيضاً تتوفى بسبب الإصابة بأمراض القلب والتشخيص المتأخر يكون أيضاً غير مجدي في الكثير من المرات إذن هذا يجب التنويه له ولكن بالعودة مقارنة الرجال والنساء في دراسة أخرى صدرت أن الرجال اللي بيطلقوا أو الأرامل يكونون معرضين أكثر للوفاة جراء أزمات قلبية أكثر من النساء المطلقات أو الأرامل فيبدو أن الزواج هو أفضل ولكن وجد أن الرجل الأعزب ربما يعني هو الطريق النجاة الوحيد أن يبقى عازيباً لأنه تكون تداعيات الأزمات القلبية أقل يوفر تداعيات على قلبه لكن هذا ينفي ما يشاع أن الرجال ليسوا عاطفيين يبدو أنهم أكثر يعني ربما أكثر عاطفين أكثر عرضة للأزمات تمام بسبب ربما أنهم لا يعبرون عن مشاعرهم على كل هذا جدل آخر الآن ننتقل إلى اللدغات لدغات البعود لماذا البعض يتعرض لهذه اللدغات أكثر من غيرها؟ طبعاً هذا نشوفه كثير أنه في كثير أشخاص يتعرضون للدغ الحشرات أكثر بكثير من الآخرين يظر هذا في العطل الصيفية وفي الأماكن حارة ربما رطوبة شجر وغير من الأمور ولكن يبدو أن هذا ليس في سبيل الصدفة وإنما هناك أسباب وراء ذلك إذن تشير تقارير إلى أن إناث البعوض مسؤولة عن العض والتغذية على البشر من أجل إنتاج البيض ووجدت دراسة أن فصيلة دم واحدة تجذب البعوض أكثر من غيرها وهي الزمرة أو كما وجد أن البكتيريا الموجودة على الجلد والإنبعاثات الجسدية يمكن أن تجذب الحشرات أيضا وعلى وجه الخصوص ثاني أكسيد الكربون والأمونيا وحمض اللبن يلفد انتباههم أكثر ووجدت دراسة نشرت في مجلة نيتشر كومنيكيشنز أن الألوان النابضة بالحياة تجذب البعوض أيضا يعني منفئة دمه أو يجب أن ينتبه من البعوض بشكل كبير ما هي الأسباب الأخرى التي هنا يمكن أن تفسر تلك؟ هلأ كما ذكرنا أنه يبدو أن هناك ربما بعض الإنبعاثات الجسدية أيضا تجذب الحشرات ارتداء الألوان الفاقعة ربما تجذب الحشرات أيضا بعض الأطعمي اللي بتخلي الجسم يفرز إما الثاني أكسيد الكربون أو حمض اللبن أو الأمونيا هذه كلها تجذب الحشرات أكثر وأيضا وجد أنه شرب الكحول في الصيف ربما يرفع حرارة الجسم وهذا أيضا يزيد من أفراز ثاني أكسيد الكربون وهذا أيضا يجذب الحشرات ولكن على ما يبدو السبب المباشر هو من لديه زمرة الدم أو فيجب أن يحذر جيدا وبتالي كيف يمكن أن يعني هل يمكن أصلا أن نتجنب ربما هذه الأضغات؟ هلأ بناء أنه اللي عنده زمرة الدم أو أكيد ما فيه يغير زمرة الدم طبعا ولكن ربما يجب الانتباه للأكل والشرب ربما هناك سبري كمان أكيد يمكن رشد وعدم ارتداء الألوان الفاقعة في الصيف بحسب الدراسات نعم شكرا جاتينا بكده شكرا شكرا